بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكليف والإدارية 2 تابع الوحدة السبعة قياس الأداء ناخد مثال على قياس الأداء لمركز ربحية أحد أقسام الشركة ها كمركز ربحية حقق مبعات قدرها 200 ألف ريال وبلغت تكلفة البضاعة المباعة المعيارية يعني المقاصة بالتكلفة المعيارية للمركز ب140 ألف ريال فحين أن تكلفة الفعلية اللي حدثت فعلا كانت 130 ألف ريال يبقى التكلفة الفعلية هنا أقل من التكلفة المعيارية كما بلغت التكليف التسوقية 20 ألف ريال وحمل المركز بالمصرفات التالية المصرفات التالية دي مصرفات فرضت على المركز يعني المركز لا يمكن التحكم فيها اتفرضت عليه اتخصصت عليه زي 4000 ريال تكلفة إدارة الشؤون المالية 2000 ريال تكلفة قسم شؤون الأفراد 1000 ريال تكلفة مكتب رئيس مجلس الإدارة 3000 ريال تكلفة علاقات عامة المطلوب من هذه المعلومات حدد ربح المركز ربح المركز الذي يتخذ كأساس لتقييم أداء مدير المركز يعني عايزين نشوف الربح الذي يمكن التحكم فيه اللي يجب من إرادات يمكن التحكم فيها نقص تكاليف يمكن التحكم فيها نشوف الحل ببدأ جزي قيم الدخل ببدأ بيرادة المبعاد كان معطب بـ 200 ألف أطرح تكلفة بضاعة مباعة المعيارية كانت معطب كام؟ معطب 140 ألف طب أنا عايز أوصل للفعالية الفعالية كانت معطب كام؟ بـ 130 يبقى لازم نطرح من 140 ألف دي اللي هي الفرق ما بيني 2 دولة دي اللي هي الفرق بينهم يعني المعيارية كتبناها 140 ألف نطرح منها كام؟ عشان توصلني لـ 130 ألف اللي هي تكلفة فعالية للبضاعة المباعة يبقى ناقص إنحراف موجب طب إفرد بقى كان العكس كان دي هي اللي 130 ألف ودي هي اللي 140 ألف كنا نقول بدا ناقص إنحراف موجب كنا نزائد إنحراف سالب كنا نزود على الـ 130 عشان نوصل على الـ 140 طيب بعد كده أضيف كمان تكاليف تسوقية أجمع التكاليف التسوقية مع تكلفة فعالية للبضاعة المباعة يطلع المجموعة 150 ألف دي مجموعة تكاليفة التي يمكن التحكم فيها أطرحها من الإرادات يبقى يديني 50 ألف يبقى دا مساهمة المركز في ربح المنشأة وهو دا المطلوب يبقى الرقم دا هو هو دا الربح الممكن التحكم فيه هو دا صافي الربح الممكن التحكم فيه هو دا اللي بيتخذ أساسا لتقييم أداء مدير المركز بعد كده بشوف نصيب المركز من المصرفات العامة بجمعهم كلهم كاتموعة في التمرين 4000 و 2000 و 1000 و 3000 دا كلها تكاليف لا يمكن التحكم فيها مجموعة 10 ألف أطرحها من 50 بكام 40 ألف 40 ألف دا صافي الربح المركز النهائي دا الربح النهائي للمركز بس مش هو دا اللي يتخذ أساسا لتقييم أداء مدير المركز لأن دخل في حسبانه 10 ألف ليست تحت تحكمه وسيطرته يبقى هو دا اللي أقصد به 50 ألف